زي ولا فارق معايا برا يقولوا ايه ولا جوا يقولوا ايه احنا قلنا ايه احنا قلنا ايه مين الليل احنا المصريين اللي قلنا الكلام ده سيدي رئيس خوفوا الوحيد واحنا خوفنا الوحيد انه محاولة دسائس من الخوانة وسطينا زي محاولة مبارح قدام الكاتدرائية ارهابيين من 6 ابريل ارهابيين من اشتراكين الثوريين نعم انا باعني الكلام وعايز اقول لحضراتكم هطلع لكم بكرة نهاردة وقتنا كله هيكون عن الشهداء والجلازة والجسامين وكل شيء بكرة ان شاء الله هطلع لكم سورهم مين هم اللي اعتدوا على الاعلاميين بالواحد والسورهم دي هاعلنها على الهوى لانه باطلب لميس الحديدة تتقدم بلاغ لان انا هعمل بلاغ عشان القبض على الميليشيا دون وريهام سعيد تعمل بلاغ للقبض على الميليشيا دون وحاكمتهم وانا اولكم وانا امبرح اتخاذ الاجراء على طول ان احنا علينا ان نتخذ اجراءات قانونية وقضائية للقبض ومحاكمة البلطاجية الذين اعتدوا على الاعلاميين بالامس وانا هعمل هذا الاجراء بكرة هجيب سورهم كلهم كل واحد مدي ايده على لميس الحديدي مدي ايده على ريهام سعيد حاول يمدي ايده علي حاول انه محدش اقترب مني ايده كانت هتتقطع ومش عايز اقول لك يعني وهتتقطع ايده وانا بقوله هتتقطع كل واحد من هؤلاء البلطاجية الميليشيا هطلع لكم سورهم بالكامل قدامنا كده هو وحضراتكم هنشاور على ده وعلى ده وعلى ده بقى طالب لميس الحديدي بقى طالب ريهام سعيد من امبارح وانا امبارح يعني بقى ساندهم بقى ساند الناس اللي نزلت عشان تساند اخواتنا تساند المصريين تكون موجودة في موقع الحدث موجودين لدي دورنا وقلنا امبارح وبكرره تاني مهما نتعرض مهما نتعرض من ضيقات مهما نتعرض من تهديدات مهما نتعرض من حولات خبيسة خسيسة هم اللي عم بيعملوا الكلام ده طرف بعينه تنظيم ارهابي هو العمل دعوات امبارح الناس اللي نزلوا شتموا في البلد واخوات المساعين بارعالوا ملناش علاقة دي وجوه غريبة علينا مش بتوعنا ولا لين علاقة بيهم واحنا ملناش علاقة بكل هذه الامور وانا متأكد من ده لان انا قلت ده انبارح لا يمكن دول يكونوا لا من المساحيين ولا من المصريين دول مجموعات من الخونة اللي هما دخلاء على المجتمع المصري اللي هما راحين ينتهزوا فرصة لمحاولة اهل ان احنا طردنا ومشينا الناس لا انت ممشتش الناس انت بلطجي انت بلطجي وانا هخلي العالم كله تفرج عليكم طول ما انت رايع عشان تعتدي على الناس يبقى لازم القانون والقضاء يجيب لنا حقنا حق الاعلاميين لان احنا في دولة دولة فيها قانون وعلينا ان نلجع تاني بناشد لميس ورهام وانا من قبليكم كمان نقدم بلاغات وانا بكرة هعرض صور المجرمين دول الميليشيا دول اللي هما اعتدوا على الناس ان انت مش رايح تتكلم على رايح لجنازة لا انت رايح عندك هدف محدد انت واخد تكليف محدد اللي هيجئ بدليل انه الهتفات اللي شفناها الموسيقى للدولة ورموز الدولة الرموز والاعتداءات والهتفات اللي ضد رموز الدولة والدولة ايه علاقة الرئيس وعلاقة الجيش وعلاقة الشرطة وعلاقة الكلام ده مين انت انت رايح تعملين انت رايح تشتم مين رايح تنفذ اجندة مين لا ده احنا لازم نفضحك وانا بقوله لازم تتفضع على الهوى لازم صركه بالكامل تطلع كده فلان وفلان ده بلطج وده بلطج وده بلطجي والقضاء ياخد مجراه مش هتغرب اوعى تفتكر ان انت اعتديت على السين او صاد او عين او حاولت تعتدي وحد يسيب حقه محدش يسيب حقه لازم الرادع للميليشيا دي والبلطجية دول ستة ابريل اشتركين ثورين اخوان ايا كان حتى لو في من اي طرف اخر موجود طالما هو بيعتدي احنا ده في شغل انا رايح امارس عملي ومش رايح اتفرج زيك مش رايح ابلطج لا ده انا رايح عملي بيتطلب ان انا اكون موجود في المكان رايح اساند المصريين رايح اكون وسط المصريين كان الواحد يراح دماغه يجي للستوديو لكن لا احنا فضلنا المخاطرة على انك تبقى موجود في الاستوديو اللي حصل ده لن يمر مرور الكرام